استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين معالي شيخ خالد بن علي الخليفة نائب رئيس المجلس العالى للقضاء رئيس محكمة التمييز وأكد فضيلة الإمام الأكبر خلال لقاء دور السلطة القضائية في ترسيخ مبدأ العدالة كأحد المرتكزات الرئيسة لصون الحقوق ودعم جهود الدول والمساهمة في تحقيق النهضة والتنمية المستدامة من خلال استقرار منظومة العدالة وأهمية ما يطالع به المجلس الأعلى للقضاء من دور مهم في تعزيز ثقة المجتمع في الحفاظ على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة بمقتضى الدستوري والقانون من جانبه أعرب الشيخ خالد بن علي الخليفة عن تقديره لجهود الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في نشر تصحيح الإسلام الوسطي المستنير وتعزيز السلام وقيم المواطنة التي ترسخ الاستقرار في المجتمعات مشيدا بكلمة فضيلة الإمام الأكبر في ختام ملتقى البحرين للحوار ودعوات فضيلته البناء للحوار والسلام ودرء الفتن ونبذ الصراعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر